السلام عليكم اليوم سنقدم لكم طريقة جديدة لزراعة الليمون من خلال البذور وهذه الطريقة لا تكون لفق جهدا كبيرا ولا ذرها من واحد اذا اخي المشاهد اذا اردت الحصول على نتيجة مضمونة وناجحة 100% فما لك سوى اتباع جميع الخطوات التي سنقوم بها في هذا الفيديو خطوة بخطوة واولا نود ان نعرف من اي بلد تتابعون اخوكم ابن المون العمار وقناة تعليم الزراعة اما بالنسبة لخطوات هذه الزراعة فهي خطوات سهلة وبسيطة يمكن لأي شخص او لأي مزارع ان يقوم بها بنفس الطريق فبالنسبة للخطوة الاولى وهي اخذ حبات من الليمون ثم تقوم بهذه الطريقة التي نقوم بها نحن الان وللزراعة شواب عظيم في الاسلام يقول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم زرع زرعا او غرس غرصا فيأكل منه طيرا او انسانا او بهمتا الا وله فيه اجرا كبير والان سنمر الى الخطوة التانية وهي عملية استخراج البذور ويجب استخراج البذور بهذه الطريقة التي تشاهدون امامكم في الصورة وغدا وفي نفس الوقت سنقوم بانزال فيديو جديد وزراعة جديدة ان شاء الله كونوا في المؤيد على الساعة الثامنة مساء بتوقيت المغرب وعلى الساعة العاشرة بتوقيت الساودي واذا كانت لديكم اي تساؤلات حول زراعة النيمون او اي زراعة اخرى في مجال الزراعة فنحن سنجيب عن جميع تساؤلاتكم وتعليقاتكم ان شاء الله اذا مشاهدنا كرام ما هي الزراعات التي تودوننا ان نقوم بالزراعتها في هذا الشهر فبناء على طالباتكم سنقوم بالزراعة ان شاء الله واذا شاهدتم هذا الفيديو حتى الان واستفدتم منه ولو بالقليل فلا تنسوا الضغط على الزر لايك ومتابعة للصفحة فقط لنستمر في تقديم المزيد من الزراعات الجديدة والمختلفة وايضا لا تنسوا ان تزورونا على قناتنا على اليوتيوب تعليم الزراعة فارمينك إليكيشن فسوف نترك لكم الرابط في اول شعل والان سنمر الى الخطوة التانية وهي وضع البذور على التربة ويجب وضعها بهذه الطريقة التي تشاهدون امامها اما بالنسبة للخطوة التانية وهي وضع طبقة رقيقة من التربة بهذا الشكل التي تشاهدون الان والان سنتحدث عن الخطوة الاخيرة وهي عملية الري ويجب الري بيدي الطريقة حتى لا يتم يتلف البذور وايضا يمكنكم وضع كيس بلاستيكي شفاف فضوروا يد الكيس فهو يحافظ على رطوبة التربة ويساعد في عملية النمو انا الان لا اتوفر عليه لظروف معينة والان قد اقتربنا على نهاية الفيديو اذا اعجبكم واستفدتم منه ولو بالقليل فلا تنسوا ان تشاركونه مع اصدقائكم واحبائكم حتى يصل الى العديد من المشاهدين اذا مشاهدين الكرام مع السلامة لنلتقي في فيديو جديد وزراعة جديدة كان معكم الاسداد عبد المول العماري من قناة تعليم الزراعة فارمينك ادكيش